سألك سؤال مهمة جداً وفرصة يعني وانت معايا في كتير أول رؤساء أندية ومسؤولين في أندية كل ما أجل سألهم أقولهم هو أنتو ناويين تبيعوا اللعب الفلاني ناويين تماشوا اللعب الفلاني فأول جملة يقول هالي يقول لي لا 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 أحنا مش نستغنى عن أي لعب في الفريق رغم أنه أكبر أندية العالم عشان مواردهم المالية وعشان يطوروا الفريق يقول لك لا أنا بيع لعب بيع رقم كبير جداً هقدر بيع اشتري 3-4 ودفع مستحقادي وعرف عيش بشكل كويس ليه الجملة دي دايماً بنقول هلاقي لا لا أنا مش هبيع أي لعب وكأنها حاجة عيب هل أنت عندك استعادة أو أنت بتفكر بالطريقة أنا عايف أنت رجلك رجل بتدور طويل الوقت على موارد للنادي صح فمش عيب أنك تبيع لعب مهم في الفريق بقابل أنك تجيب 3-4 لعيبة آخرين طيب أنا من أول ما دخلت مجلس دارة مش بس دلوقت يعني وأنا عندي مبدأ أنه أي حد متاح التفاوض عليه دي أي حد متاح التفاوض عليه أقبل إمتى مش معناها أن أنا أقبل أي حاجة أقبل التوقيت المناسب دراسة الرقم اللي يكون مناسب يكون قادر عوض بي حاجات عندي فيها نواقص وخصوصاً كمان أنه من الأبواب الرئيسية زي ما حركت تكلم على الموارد من الأبواب الرئيسية وإحنا بنكون الفريق أنه هنكون عندنا جزء استثماري يجيب عوائد للنادي كله مش بس الفريق الكورة كمان بس فلا إحنا بالعكس عشان كمان بصورة المبلدية في عنده كمان لعيبة صغيرة ما اللابس هو هذه اللي تقدر استثمار فيها طبعاً طبعاً إحنا عندنا أكتر من نص الفرقة 2001 و2003 ممتازة فلا إحنا موضوع استثمار في اللعيبة والتنقلات ما بقاش بالعكس بقاش عندنا فيها أي مشكلة خاطر هل أنت راجل نادي جماهيري يطلع لك نجوم في الفريق يعني بلدية محلة من أولها كده عنده كم نجمة في الفريق فيقول لك إيه أبوس أنت لو بعت أي لعب الجمهور هي اللي بعليك قلبة كبيرة أنت كراجل بقى رئيس نادي كنام الشعير ده فما تبعهوش حتى لو أنت محتاج أنك تبيعه هل أنت من الناس اللي ممكن تتعرض لهذه الضغوط تقبلها بص بيبقى مقدر جدا جدا مدى خوف الجماهير على الفريق عظيم ولكن في الآخر الجمهور محتاج في رئيسه تكسب محتاج في رئيسه يكون شكلها كويس محتاج في رئيسه تكون طول الوقت بتعمل مباريات كبيرة وبتقدم نجوم كبيرة بالعكس دي حاجة تبسطهم إن إحنا نكون مع أول سنة عندنا أكتر من حد أكتر من لعب الناس عندية بتتكلم عليه سواء جواه مصر أو بره مصر دي حاجة بتبسطهم إحنا عندنا جمهور البلدية واعي جدا لأنه على مدار سنين حركة 15 سنة في قسم التاني إحنا عندنا جمهور قل صح دايما مباريات بلدية المحلة تحت إحنا الجمهور بيزيد بيشجعو لأ وعندنا جمهور بيزيد مش له يأس بقى لا 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 خالص إحنا الجمهور البلدية لف وراء الفريق 15 سنة في الدرجة التانية كل أنتنديت مصر وكل محافظات مصر فالحقيقة جمهور كبير جدا وعظيم وعنده وعي وحب لفرقته كبير جدا فعمر ما هيبقى شايف إن في حاجة كويسة جاي الفريق وهم عارفين كويس إن إحنا عندنا مشاكل مالية وبنحاول وبنسعى وعندهم الحمد لله ثقة كبيرة جدا فينا يعني إن إحنا نقدر إن شاء الله نعوض أنا فاكر على مدار الدوري سنين طويل على مدى شوفي أنا للدوري في أين دية كتير كان عندها نجوم وإن دية طوال تتفاوض عليهم يقولك لا لا أنا مش هبيع عشان الجمهور ضغط علي لو تبعته هيروح في سنين داي والنادي بعد كده كله يهبط عشان ما تبعش لاعب وتحل مشاكلك النادي كله يهبط فكان بيداقني جدا هذا الأمر طيب أكيد أسماء عشان أكيد لو أنت قلت أسماء ممكن تعمل خلل للفريق بس فيهم ناس ممكن يطلعوا في يناير يعني بقيت المحل لا ممكن يطلع منه لعيبة في يناير بعد طبعا استشارة الكابتر أحمد عبد الرقوف أنا بكمل لك الكلام كله هي قصة مش يناير القصة زي ما قلت لك اختيار التوقيت يكون مناسب للينا كباج صدارة لتوظيف البديل ده يلازم يرجع في الجهاز الفني الكابتر أحمد عبد الرقوف المقابل اللعب اللي هيطلع من عندي ده سواء في يناير أو في نهاية الموسم هيكون مناسب لنا كنادي ولا مش مناسب صحيح ثلاث حاجات دولنا أي معنى مفيش أي معنى لا طبعا في الثلاث حالات دولة توفروا مقابل مادي وتوقيت مجلس دارة والجهاز الفني قرار من الجهاز الفني بقيت أحمد عبد الرقوف طبعا مش هيبه عندنا أي معنى طيب عايز سألك سؤال برضو شكرا لين جدا هو بدلت محلة ده بيجيب في روث منين يعني النادي عشان دايما لأن ده الجماهرية العظيمة اللي لها تاريخ دي بقعد أسأل نفس السؤال اللي هو طب هجيب موارد منين ده بيجيب فلوس منين اللعبة دي بتاخد فلوس إزاي حتى لو العود قليلة بس برضو هي دي بتخش منين يعني طيب بص حارتك احنا موضوع صعب جدا بيبقى في معنى كبيرة جدا ومجود كبير جدا جدا مجلس دارة بيبزله لكن الحقيقة لازم برضو أشكر الدكتور أشف صبحي وزير الشهاب الرياضة على دعمه ومش بس دعم هو يعني إحساس كبير جدا جدا بمعاناة الأندية الشعبية والجمهرية ومهتم جدا أن هما يكونوا موجودين دايما في المشهد بشكرها كمان ربطة الأندية محترفة وإن نابا أحمد دياب لأنه في كل التفاصيل كان موجود معنا الحقيقة يعني مفيش تفاوض إحنا دخلنا من يوم ما صعدنا دور يمتاز إلا ما كان هو موجود معنا وبيبزل موجود كبير جدا جدا إن احنا نظهر بشكل كويس ويوفر لنا كمان إمكانيات مالية مساعدة لده عندنا عوامل بجانب ده وده إحنا رائعا بنشتغل بنشتغل إن إحنا نجيب ننامي موارد النادي نجيب أفكار كمان مختلفة بره السندوق مكانتش موجودة زي أعلانات على الصور الخارجي زي رعاية على الكرني زي أعلانات داخلية حاجات كلها بره السندوق غير الموارد الأساسية اللي بتدخل عندنا في النادي زي الاشتراكات والعضويات والمحلات دي موارد أساسية كده كده موجودة والإيجارات والحاجات دي كلها فبنحاول إن إحنا نوفر دمع 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 ده ونحاول إن إحنا نحرك الدنيا ممتازة هل بلاد المحلة عايزين المبارياته لكوفر الشيخ ولا مستمرة في المحلة دي شعة طلعت كان مغرض منها تلوان دوري كان مريح فكان الناس ألو يعني نتكلم في حاجة أيوة فألو يعني نتكلم نتكملين لا إحنا طبقا للليحة إحنا لازم نكون عندنا ملعب أساسي وملعب احتياطي طبعا كنا نتمنى إن إحنا نلعب على ملعب بلدية المحلة وعملنا محاولات كبيرة جدا ولكن لظروف لسه عدم جهزات بعض الحاجات وموافقات الأمنية نظرا للظروف اللي إحنا يعني بنعدي بها دلوقتي أرجعنا ده لفترة لاحقة يعني فبقى ملعبنا الأساسي غزة المحلة وبشكل حقيقة كل إدارة غزة المحلة على ترحبهم وعلى يعني حرصهم إن إحنا نكون موجودين ولازم يكون عندنا بقى ملعب احتياطي أو اللي هو الملعب البديل فتوجهنا لقفر الشيخ نظرا لكربها الشديد جدا جدا جغرافي من المحلة فإحنا عندنا ملعب أساسي غزة المحلة وملعب الأساسي كبير تغزة المحلة كبير تغزة المحلة